الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده إلى يوم الدين وبعد ففي إطار هذه السلسلة سلسلة رؤية للفكر المستمير يأتي هذا الإصدار في رحاب فن المقال لنتناول من خلاله عددا من الموضوعات الهمة في حياتنا ومن أهم الموضوعات التي أحب أن أبدأ بها من خلاله موضوع مفهوم الأخوة والصداقة القائمة لله وفي الله وبتكافؤ إنساني فديننا دين الأخوة الصادقة الحقيقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ويقول صلى الله عليه وسلم سلاس من كن فيه ثاق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الماء لا يحبه إلا لله وأن يقع أن يعود في الكفر كما يقعه أن يقذف في النار ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عاشه يوم لا ظل إلا ظل الإمام العاد وشاب نشأ في طاعة الله وعجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة وعجلان تحاب في الله اجتمع علي وتفرق علي وعجل تصدق صدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وعجل طلبته ماءة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وعجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه من الدم ومحل الشيء في هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم وعجلان تحاب في الله اجتمع لله وفي الله اجتمع علي وتفرق علي دون ضغينة أو بغضاء أو تحاقد أو تحاسد أو غل أو ضغائن ويقول الرافعي في الصديق الحقيقي الصديق الحقيقي هو الذي إذا غاب لشدة ارتباطك القلبية به لم تقل ولم تشعر إن أحدا غاب عنك بل تشعر أن جزءا منك ليس فيك إذا غاب صديقك الحقيقي لم تشعر أن شخصا آخر غاب عنك ولكن تشعر أن جزءا منك ليس فيك فهو قطعة منك وأنت قطعة منه لك هؤلاء الأصدقاء الذين يماسحك أحدهم كما يماسحك الثعبان ويعاوغك كما يعاوغك الثعلب ويقبع منك كما يقبع القنفذ من هؤلاء الذين هم كالذباب الذي لا يقع إلا حيث يكون العسل أو حيث يكون الحلو الجميل هؤلاء لا تجدوهم إلا على طواف أصابعك الصديق الحقيقي كما قالوا الصديق وقت الضيق صديقك من صدقك في السر والعلم صديقك من صدقك لا من صدقك يقول الشفعية وحمه الله إن الصديق الحق من كان معك معك متى؟ وقت الشلات إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ضيب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك قيل لأحد الناس من أصدقائك؟ قال لأعلم قيل له لماذا؟ قال الدنيا الآن مقبلة عليك والناس مع الدنيا إن كانت معك كانوا معك وإن كانت عليك كانوا عليك الدنيا الآن معي مقبلة علي فإن أضبعت عافت عدوي من صديقي وأنشأ يقول وجدت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا وجدت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة وجدت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مال حتى السلام يحكي أحد الشعاء قصة حقيقية كان يعمل معلما في مدرسة مرموقة ويتقاضى راتبا جيدا والناس ملتفون حوله ثم شاءت الظروف أن يطرق تلك المدرسة فترة من الزمن فانفض الناس عنه ثم بعد ذلك شاء القدر أن يعين قاضيا شعيعيا فعاد إليه الأصدقاء الذين كانوا قد انفضوا عنه وقت شدته فأنشأ يقول ما لآك ما لآك وأنت كنت صديقي باعتني زمنا بكل عقوق قد كنت من أعددته لنوائبي كنت مدخرك لوقت الشلائد قد كنت من أعددته لنوائبي لو عضني ناب الزمان بضيقي أوحي إليك بأن ده يعقني الأيام جارت علي لم تكتفي بتجنبي فطفقت أنت تعين بالتصفيقي كنت مع الزمن علي ومتى تبينت الحقيقة أنني جللا حللت بمنصب مرموقي عندما تولى منصب القضاء قد جئتني تسعى تهنؤ بالمونة عجبا لأمر كفردا وعقوقي إن المحبة في الفؤاد مكانها تبدو حقائقها مع التضييقي ولذا كان أحد الناس يقول جزى الله المصائب كل خير عافت بها عدوي من صديقي الصداقة الحقيقية أمان نفسي وأمان مجتمعي وإذا فقد الإنسان السقة في أصدقائه وفي أحبته فكيف يعيش الإنسان في أمان مع أنك واحد عامل الناس بما تحب أن يعاملك به ثم عليك أن تعلم أن جزاء الوفاء عظيم ففي الحديث الشعيف أن رجل زار أخا له في الله في قرية أخرى فأصد الله له ملكا على مداجده أوقف الله له ملكا على الطريق في القرية التي يذهب إليها لزيارة صديقه فلما أتى علي سلم الرجل على الملك وهو لا يعرفه في صوت إنسان قال له أين تريد قال أريد أخلي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة طوبها قال لا قال هل من دين لك عنده تريد أن تقضي دينك قال لا هل 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 قال لا قال لماذا تذهب إليه إذن قال لا شيء غير أني أحبه في الله فقال الملك اعلم يا هذا أن الله يحبك لحبك له وقد أوجب لكم الجنة وفي الحديث الشعيف من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك بمثلها وفي الحديث أيضا المتحبون في الله لهم منابوا من نور يوم القيامة يغبطهم الشهداء نسأل الله أن نكون منهم وأن يرزقنا الحب في الله ولله وأن يؤلف بين قلوبنا في حبه صبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر